موسيقى من الميادين هنا ميدان الرياضة عندما تكون بطولة النصف هاوية والمتنفسون على لقبها عاجزين على المنافس عربيا أو قريا يلجأ ولعبوها إلى قنوات غير شرعية لنيل كوتهم في الدور اللبناني لكرة القدم تنعدم إمكانات بعض اللاعبين وتغري أموال المراهنات البعض الآخر لكن أن تصبح بعض أو كل مبارياتها مسرحيات ساخرة لحصد ركنيات أو انذارات أو سيناريوهات غشاشة فهذا يبرر إحجام الجماهير عن متابعتها أو الاهتمام بمجرياتها باستثناء المتفانين المخضوعين برونق اللعبة الجميلة أماني مرحبا هذا الأسبوع سنتحدث عن التلاعب بنتائج المباريات والغش بمجريات اللقاءات في الدور اللبناني لكرة القدم بعد اندلاع فضيحة كبرى بطلها أحد وأفراد من لعبين وربما إداريين في نادي النجمة اللبناني مساء الخير جزاف بداية لك ولجميع مشاهدي ميدان الرياضة والحمد لله على السلام اشتاء لك برنامج ميدان الرياضة والمشاهدين أيضا جزاف كما ذكرت هذا الموضوع يحكي عنه الأسبوع الماضي يشغل بال الرياضيين والمدراء والفنيين والشارع الرياضي أكيد بطبيعة الحال وخاصة عشاق هذه اللعبة الأكثر شعبية في لبنان وفي العالم أجمع جزاف يقول البعض أن هذا الملف سيقفل بعدما فتحه شتحته شعبة المعلومات لأول مرة تدخل في هكذا ملف في الدوري اللبناني وفي كرة القدم اللبنانية يقول البعض أن هذا الملف سيقفل لن تكمل التحقيقات فيه والبعض الآخر يقول أن شعبة المعلومات ستذهب حتى النهاية في هذا الموضوع سننتظر لنرى إذا ما كان هذا الموضوع فعلا سيذهب إلى خواتيم سعيدة أو كالعادة في كرة القدم اللبنانية وحتى العربية ستطمطم كما يقال في العمية هذه الأمور تتلفلف الأمور وكل واحد بيرجع إلى قواعد سالم على كل سنرى وفي هذه الحلقة سنتابع إيقافات لجنة الزريقات قبل سبع سنوات لم تردع التلاعب في كرة القدم اللبنانية والملف اليوم دخل مكاتب شعبة المعلومات فإلى أين سيصل؟ المراهنات سهل ممتنع مشاهدينا قبل البدء في هذه الحلقة نذكركم كالعدب إمكانية التواصل معنا من خلال صفحة البرنامج عبر فيسبوك ميدان الرياضة بلغة العربية ولمقترحاتكم دائما عبر البريد الإلكتروني للقسم الرياضي سبورتز آت الميادين دوت نات ولمزيد من الأخبار الرياضية ولمتابعة برامج الميادين يمكنكم زيارة مقاعي الميادين بالعربية الميادين دوت نات وبالإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نات وتظهر العنوين في الأسفل ترجمة نانسي قنقر يعود ملف التلاعب في نتائج مباريات كرة القدم اللبنانية إلى الواجهة من بوابات مختلفة هذه المرة وبطريقة جديدة وبرغم تولي شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي التحقيقات الآن أحدا لا يثق بأنه يمكن القضاء على هذه الآفة لدى الغالبية السحقة من مجتمع كرة القدم قناعة تامة بأن تعليب المباريات موجود لكن في نهاية الأمر يصعب إيجاد دليل دامغ على هذه الحالة أو تلك أسليب التلاعب تتطور بما لا يخطر على بال واليوم مثلا تتركز الريهانات على نتيجة الشوط الأول وعدد الركلات الركنية والإنذارات ويكثر الحديث عن أن لاعبين معروفين ضلعين في فبركة النتائج مؤخرا ازداد عدد المكاتب المحلية الخاصة وكلها غير شرعية وغير مرخصة كما أن وكلاء عددين يلعبون لحسابهم الشخصي ويتردد أن بعض اللاعبين يلجأ إليهم لإبعاد الشبهة عنه ما بين الأمس واليوم يتشبه المشهد سابقا أجرى نادي العهد تحقيقات خاصة بين لاعبيه وكشف المتلاعبين وزود الاتحاد بأسمائهم فعهد بالتحقيق إلى لجنة منفصلة برئاسة الأردني فادي زريقات ويوم ذاك حقيا الكثير عن تسويات ظلمت هذا وحيدت ذاك اليوم انطلقت الشرارة من نادي النجمة الذي استبعد لاعبه محمد جعفر من دون الإعلان رسميا عن الاشتباه في تورطه لكن رئيس النادي أسعد السقال المقرب من رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري سلم الملف لشعبة المعلومات الجهاز المعروف بنشاطه في كشف شبكات الإرهاب والتهريب والمخدرات باشر أول تجربة له في كرة القدم واستدعى مجموعة من اللاعبين والإداريين وآخرين من كبار المراهنين وكذلك بعض الوكلاء المندوبين عن شركات المراهنات حاول المحققون جاهدين البحث عن أي خيط يوصل إلى دليل اتهام اللاعب محمد جعفر بالمراهنة على مباريات فريقه النجمة ولسيما أن نجم النبذي لم ينكر أنه يراهن على مباريات في البطولات الأوروبية المعطيات لا تزال تتضارب فبينما يقال إن الملف أقفل بعد إطلاق سراح كل المعتقلين وتسليمهم هواتفهم الذكية هناك من يؤكد أن شعبة المعلومات ما زالت تستدعي كثيرين من دون الكشف عن أسمائهم وأنه تجري مداهمة كثير من المكاتب في أكثر من منطقة لنكتشف ماذا حصل في هذه الفضيحة في الأون الأخيرة في كرة قدم اللبنانية معنا في الستوديو السحف الرياضي رشيد نصان أهلا بك سيد رشيد في ميدان الرياضة أهلا بك وسنتحدث أيضا في هذا الموضوع مع المدرب ولعب السابق يوسف الجوهري مدرب نادي البقاعة الرياضي أبدأ معك سيد رشيد اليوم كما استمعنا في التقرير كانت هناك تحقيقات شهيرة للجنة ما يعرف بلجنة فادي زريقات بعد تصفية كأس العالم التي وصل فيها منتخب لبنان للمرة الأولى في تاريخه إلى الدور النهائي وتم إيقاف لعبين مدى الحياة وغير مدى الحياة ما الذي تغير اليوم في ملف التلاعب كرة القدم اللبنانية كي ينتقل هذا الملف لدى شعبة المعلومات التابعة لكوى الأمن الداخلي أنا رأيي الحالتين مختلفين القضية 2012 مختلفة في كله عن قضية 2019 قضية 2012 كانت شبكة دولية مقر سنجابور هي التي كانت تدير عبر بعض اللاعبين اللبنانيين وبعض الإداريين اللبنانيين هذه الشبكة وكانت تحديدا بكاس اتحاد الآسيوي والمنتخبات نحكي على مستوى دولي بالمحل الذي كان قليل المراهنات نعم كان الأساس كاس اتحاد الآسيوي والمنتخبات اليوم لا في شبكة محلية تدير هذه المراهنات تحديدا المراهنات هو شي طبيعي اللي بدي أمر أدري أمر من جايبته لكن الخطر هو التلاعب بنتاج المباريات لصالح المراهنات وهذا اللي فيه شك كبير أنه عم بيصير حاليا بالدور اللبناني تحديدا بالدور اللبناني فيه حكي كثير أنه عم نلعب مراهنات على فرق أوروبية وأندي أوروبية صحيح هذا الشي عم بيصير ولكن أيضا بالدور اللبناني هناك شبكة تركب مباريات الدور اللبناني تتحكم بنتاج الدور اللبناني هذه الشبكة هي الأساس وهي فرع المعلومات التي نوجه له تحية اليوم يحق لا يوصل لهذه الشبكة يعني تلاعب محلي يستوجب تحقيقا محليا صحيح سننتقل إليك كابتن يوسف الجوهري يتحدث السيد رشيد هنا في الستوديو عن قضية التلاعب وتعليب كما يحكى فيه العامية بيئة المباريات وبنتائج المباريات لم يعد خافي على أحد موضوع التلاعب حتى ناس عاديين في الشارع من الجمهور يعرفون هذا الموضوع ولكن للأسف لا يوجد أدلة اليوم لإدانة بعض المتلاعبين لماذا؟ نعم يسعد مساعدكم جميعا لم يعد خافي على أحد موضوع التلاعب والمراهنات خلينا نقسم الموضوع لقسمين القسم الأول وهو المراهنات المراهنات هي موجودة بكل الدول العالم لنحن عنها أكيد ممنوعة بالأنون اللبناني والأنون الاتحاد ولم نستطيع أن نسيطر عليها كمراهنات مكاتم مراهنات الأخطر بالموضوع هو التلاعب في نتائج المبارئات أنا كفني وكمدرب بس يدخل الشكل عندي أنه بداخل الفريق عندي تلاعب بلاعب لعبين هني عم يأخذوا النتيجة وين ما هني بدون كيف بدي عود أشتغل أنا كيف بدي عود أوسق بالمجموعة اللي عندي جدا كبيري عنا خيوط وعنا شكوك حول عديد من اللاعبين اللي هني للأسف للأسف بدي أولا بالنادي اللي أنا اشتغلت فيه مؤخرا وهني لحقول كون صريح مع العالم مع الأندية جميعا إذا ما تكاتفنا هذا الخطر وهذا الآفة الاجتماعية وصلت لكل الأندية ما حدا يظن أنه ما بيقدر أنه نحصن حاله وفريقه من هذه الآفة كلنا مضطرين أننا ننهض ونصرخ لنوقف هذه الآفة ليش أنا عندي عدة اعتبارات لهذا الموضوع الاعتبار الأول هو عدم الزرع الثقافة وعدم زرع الانتماء للمؤسسة اللي أنا عم بيشتغل فيها يعني أنا لما بيجي على فريق لسنة أو سنتين بكونترا أنا عارف أنه لحيجي سنة إعارة أو 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 مش عم بيظلم اللعيبة اللي عم تنتقل هيده النموذج من اللي هن عم يتنقلوا من الفرق من فريق إلى آخر هؤدي عم بيروحوا في فريق محصن عم يزرعوا فتنة عم يزرعوا هيده اللي بيزرع السيئة بمباراة من الوريات اللي أنا علمت فيها تصوري أنه بسيناريو المباراة تدخلوا هؤدي اللعبين يعني أخذوا المباراة من الصفرة البداية إلى صفرة النهاية مثل ما هني بدهم بالتقدم الفريق الفلاني كيف يعادل مين اللي يعادل مين بيسجل الحالات يعني الحالات الدقيقة بقلب المباراة هني مسيطين عليها لماذا لم يتم إيقاف هؤلاء اللاعبين كابتن يوسف في فريقك لماذا لم تحتاج لدى إدارة النادي لماذا لم تقدم احتزاجا لاتحاد اللعبة سؤال جدا جميل أنا جئت على الفريق آخر الثلاث مباراة بالدورة وبدأي في مباراة الرسينج قبل ما يجي من البحرين بالدورة اللي كنت عم بعملها بعت فويس على المجموعة اللاعبين عطيتهم معنويات وقلت لهم وحكيتهم بموضوع بموضوع الشرف وموضوع النخوة وموضوع هذا الموضوع اللي أنا فوت فيها بالبداية وأنا بعرف أن رجال البقاع هم رجال وفريق البقاع لا يمكن أن ينهي يهزم لا يمكن أن يسقط إلى التانية بالطريقة اللي سقطنا فيها هذا ما ألمني هذا اللي خلاني أني ما روح على آخر مباراة أنا من قبل ما إيجي على لبنان بعدت الفويس وطلبت من اللاعبين أنه بنا نوقف بشكل رجولي وإذا سقطنا وما قدر إلا أنه نبقى بالأولى سوف نسقط نحن شرفاء سوف نسقط إلى التانية ونقدم نموذج شريف باللعبة وكان فيه هذا التوافق وجينا اشتغلنا عشر تيام من أفضل الأعمال الكروية إن كان داخل الملعب إن كان الإعداد النفسي إن كان الإعداد الروحي إن كان المعنويات اللي علينا فتنا على المباراة سفر دولار مكسور لللعبين أنا بدي أولى تحيي للإدارة الكريمة بين آل الموسى والسيد أحمد والسيد علي ما دخلنا على مباراة الرسينج أنا أفوت على مباراة الرسينج ويجي المعلومات إنه في أربع خمس لعبين بيعين المباراة لألمني هذا المشهد ما عرفته إلا قبل بيومين مباراة الصفة الأخيرة اسمحولي بس أنا بس أسأل سؤال الكابتن تفضل يسعد بسك كابتن هذه المعطيات يلي وصلت لك أول شيء من أي مصدر وصلت لك وهل يلي كتبته على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا إليه علاقة بهذا الموضوع طبعا أنت عم تدلل على مباراة محددة يلي عم نحكى عننا كتير ورح نكون واضحين هي مباراة بقاع نجمة عادرتك عم تقول كنت بالبحرين صحيح أنت ما كنت مستلم بعدك الفريق ولكن أنت عم تدلل على هذه المباراة منين مصادر المعلومات لنكون أستاذ رشيد اليوم أنا صدقا لما فط بهذا الموضوع وتحملت وقد يكون مؤثر جدا علي بشكل سلبي في لبنان يعني أنا قلت لهم للشباب قبل المفوض على الحلقة أنا ممكن السنة جاي بهذا الكلام وهذه الجرأة يمكن ما قدر أشتغل بعالم كرة القدم وما عندي مشكلة لابد من واحد يعل الصوت أنا ليش اللي صار معي هون أنا فط على مباراة الرسنج إذا ترجع تحضر المباراة الرسنج بتشوف الأهداف اللي نحن أكلناها بتشوف السينار اللي راحت حتى المباراة الرسنج عم نحك كمان هناك فيه تلاعب أنا هون بلشت أنا هون عليت الصارخة عمممممممممممممم مباراة الرسنج إذا تحضرها إنت وتشوف وإخذوا لما logط المعطيات وإجت من مباراة ما قبل مباراة الرسنج قربنا الشكوك قربنا اللاعبين اللي هني كانوا بهذه المباراة بهذه المباراة عليهم علامات استفهام قدرنا نطلع النتيجة أنه لا فيه شيء مش طبيعي صار. أنا لما بدأ أكل هدف بأوت رمي التماس لا مشكلة. في علامة استفهام كتير كبير. وأنا لحكيها للملأ. وعرفت بهذه المعطيات قبل مباراة الصفحة والبقاع بتلتة أيام. أنا كنت فيت على المباراة وفاتوا الشباب. والله يعطيهم العافية. وقدموا مباراة كبيرة. وأتمنى من كل حط علامات استفهام على مباراة الصفحة والبقاع يرجع يحضرها. نحن تقدمنا بهدف وكنت على تواصل لحظة بلحظة مع الجهاز الفني. تقدمنا هدف وقلغي. ونحن بمباراة بآخر أسابيع الهزيمة بتكسر من الداخل اللاعب. ما قدرت. ما قدرت في شيء أكبر مني كان. جيت تشتغل. كنت عم بيشتغل. عم بيحكي عن العمل اللي اشتغلنا. اشتغلنا عمل احترافي بكل معنى الكلمة. داخل الملعب وخارج الملعب. ويحطيكم سر لأول مرة في لبنان بعمل فريق عمل. أنا عم بيشتغل بالملعب. فريق عمل اعلامي عم بيروح يسجل لأمهات اللاعبين لأخوات اللاعبين. لأخوان اللاعبين فيديو. عرض طلهم إياه. نعم. نزلنا حمينا عرض طلهم إياه بيغرف ملابس الجونية نزلنا تلفزيونات ونزلنا الدنيا. قبل مباراة الرسنج. قبل مباراة الرسنج بخمس دقاي ما ينزل على ملعب. أنا تطلب أمي ولدتي أو بنتي أو أختي تطلب مني مباراة. أنا بموت بالملعب وما بطلع. أنا تقلمت بين هذا المشهد. أنه أنا أمنت للاعيبي. أنا حطيت. أنا عطيتهم ظهري. أنا عطيتهم ظهري ومنزلت على المباراة. بيجي علي ما تستفهم على اللاعبين اللي بيعونا بقلب الملعب. بيعوا أنفسهم. هم ما بيعونا. فلذلك أنا طلبت من النادي مباراة اللي بيقاع الصفا. ارحموني أنا مش قادر. مش قادر بقى تفوت على غرف ملابس. وفيها خوانة. أنا هيدا الصرخة اللي عليتها. وكنت انتبهه. وكنت أنا ماشي بهذا المنحنى. يعني أنا بلشت بموضوع شوي شوي عم فهم العالم أنه فيه علامات الاستفهم من قبل المباراة بأربعة أيام. أنا منزل بوستات وعم بحكي. صحيح. عم بحكي أنه أصعب وأصعب الخسارات هي لما أنا بخسر بالغدر والخيانة. طول عمري بخسر. مش أخذ الدنيا. أنا بسقط. وقلت له نياها للاعبيني. أنا بتسك أجري وبنسقط. بسقط بالبلجو. بس دم رأسي بالسماء مرفوع. لأرجع أطلع. ما بسقط وأنا وزليل. ما بسقط وأنا بايع مباراة. عيب. نعم كابتن. عيب. كابتن يوسف. كابتن يوسف يعني صرختك واضحة. وبالفعل هي مبررة جدا. ولكن أماني احتمالات التلاعب في مباريات كرة القدم لا تقتصر فقط على اللاعبين. قد يكون الكابتن يوسف ركز على اللاعبين معينين. ولكن تاريخيا لدى متابعتنا للدولة اللبنانية لكرة القدم. كان هناك حكام يقومون ببايع المباريات. إداريون بالإضافة لأشخاص بعيدين عن الكواليس. وبالتالي لا يقتصر الأمر فقط على اللاعبين. صحيح جزاف. ولكن أود أن أطرح على السيد رشيد نصار سؤال. كنت تسأل كابتن يوسف أنه من أين لك أدلة؟ حضرتك تحدث في بداية الحلقة عن تعليم المباريات. هل لديك أدلة؟ لدي شبه قناعة. طبعا لليل يريد يعلم مباراة أو يريد يريد. الكابتن يوسف حكي شيء كمان مثل ما حسيته مختلف عن موضوع المراهنات والتدخل بالمباريات. فيه شيء اسمه بايع وشراء. بايع وشراء. هذا مختلف كليا لأنه كانوا الفريقين الرسنج والبع. صحيح. هذا بايع وشراء. هذا مختلف كليا عن اللي نحكيه. غير التدخل بنتيج المباريات لصالح المراهنات. لصالح المراهنات هذه اللي فيها أموال بتنربح. صحيح. بينما بيع وشراء وضع مختلف. ما بعرف إذا هل موضوع مراهنات ولا بيع وشراء. تحديدا مباراة الرسنج أول مرة بسمع فيها. ومنح للكابتن يوسف كان معنا. ولكن هل هناك أدلة قاطعة؟ لا. بالمراهنات لا يوجد أدلة قاطعة. شاطرين الشباب. يارفوك في خب وحالهم. لا. بدك تقاطع معلومات. بدك تحللي. وهذا دور فرع المعلومات. يلي برجع بوجه له تحية. أنه استلم هذا الملف. وإن شاء الله بده يروح فيه للآخر. لأنه هذه هي قافة اجتماعية وليس فقط قافة رياضية. المجتمع اللبناني يعني عم يتدمر من وراء موضوع المراهنة. بتشوفه بكل الأهاوي. كل العالم عم تلعب أمار. ما بقى بحاجة لتطلع الكازينو. بل الكازينو بيجي لعندك على تليفونك. نحن عم بحاجة اجتماعيا. رياضيا طبيعي. كل العالم عارفة أنه تسعين بالمئة من اللاعبين لبنان بيلعبوا مراهنات. في شيء خارجي. في شيء داخلي. ولكن أنا اللي بهمني بالموضوع أنه ما حدا يتدخل بنتاج المباراة. الواضح أنه هناك حديث جدي هذه المرة بأدلة شبه. بأدلة ظرفية. أنه لا. في شيء عم يتركب. الكابتن يوصف حكي. أنا عندي شوية معطيات بعدد. وقال فرع المعلومات. ما بيأخذ هذا الملف بروح فيه للآخر. إذا هذا الملف فارغ. شو ممكن تكون الأدلة؟ شو طبيعتها؟ شو نوعها؟ لا. هلأ نايد النجمة. خلينا نبلش بنايد النجمة. لأنه نايد النجمة هو الحدث. صح. نايد النجمة. وهون أنا بدي أوجه تحية لرئيسه. يلي أنا على خصومة معه. سيدا سعد السقال. صحيح. يلي كان عنده الجرأة أنه يروح في هذا الملف. ويقدم خصومة رياضية. صحيح. خصومة رياضية. عنده الجرأة يروح يقدم هذا الملف لفرع المعلومات. ربما هذا الملف قدم بطريقة منقوصة. كان لازم بعد الأدلة يجب أن تقدم لفرع المعلومات. خاصة دليل مهم. يحكي عن اتصال موجود بين أحد. بين رأس الشبكة التي تدير عملية تركيب المباريات. مش بس اللي بتلعب. اللي بتركيب مباريات. وبين أحد الأشخاص. يحكي فيه عن ماذا يحصل في نادي النجم. وفي بق الأنديل. حضرتك سمعته للاتصال؟ لا نسمعه مع بعض. شو رأيك؟ موجود الاتصال. في شي مش موجود بالميادين. الاتصال الشهير الذي يتم الحديث عنه إذن في الأعلام. حصلت عليه الميادين. أو على مقتطفات منه. سنعرض وليس كل هذا الصوت. لنستمع إليه معنا. علي. في أحد محددك؟ برحمة. بحاجات إما قبيق بدي اسألك سؤال. انت أخبر مني بيعرف؟ محمد جعفر وموسع جيج مش كومبين؟ بديك تقل لي مش كومبين بالنجمة؟ طبعا محمد جعفر بينام عن موسع بالبسع إلي شي عمفكر عم بقول وعلي بزة وعلي بزة مش معون؟ علي بزة بس مش عم بريق موسع أي شي بدي يركب يركب عم بريق محمد جعفر محمد جعفر بكم متفقه موسع بيحكي مع علي بزة بيطبقشي إنه عادلت إن محمد بي بزة وحيات الكرآن شكت أنا وعم بحضر النجمة وطلعت الإشعات عم فكر ده علي نصر الدين وطلعب وجي علي نصر الدين قلت علي نصر الدين لو كان يخبرني لما كان يهخبرني على محمد جعفر وموسع حجيج لما كان يقللي يا جهجمس يعرف معالمات على هالمواضي يعرف معلمات على هالمواضي عن هالقة فكر الخلي sih يعرفني مبغوض أنا those let's看 معلم 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 انا متمني احمار انا بغير ذكرت قلت علي نصر الدين360 لما كان يخبرني قلت هي 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 محمد جعفر لك تعانش فكرت قلت علي بزه محمد جعفر موزع جياش هي عالنص دين كانت يقولي وضي اكومبين كانت تذكر لك موزع جياش ولا ممكن يعملها ولا ممكن الذكر كانت الماضي لما عزلت تثنتوا بالدارجة الانية مجانين مجانين ما تحملوا لي الخرآن وصمشهوق لي والمبادئ دوما تعملون ماش تعملون مليون دولار او تعملون مليون دولار او تعملون ميتان عمد دولار إليها تتذكر مظلوط مظلوط بس أنا افضل أشكر كلنا عم تنزل اعمل أنا مات واحد اتمنى مات عكسي للي عيبه اعمل مات ميتان عمد دولار لك سنكون بالتعليق على هذه المكالمة الهاتفية بتفاصيلها ولكن بعض الفاصل الاول في ميدان الرياضة ابقوا معنا أعود لمتابعة حلقة يوم من ميدان الرياضة المخصصة لملف التلاعب في كرة القدم اللبنانية وتعليم نتائج المباريات ولدينا في الستوديو الصحف الرياضي رشيد نصار وأيضا معنا المدرب يوسف الجوهري قبل الفاصل الأول استمعنا إلى تسجيل ليتم الحديث فيه عن لعب سابق في نادي النجمة اللبناني محمد جعفر ومدرب نادي النجمة اللبناني موسح جيج بالطبع لن نتبنى في ميدان الرياضة أي شيء ذكر في هذا التسجيل ونجل المدرب موسح جيج لأنه واحد من أبرز اللاعبين السابقين في تاريخ لبنان وكان نجمة مضيئة في كرة القدم اللبنانية وهو مدرب مميز ومن الطراز الأول وطبعا ولا نتبنى أي كلمة جاءت في هذا التسجيل ولكن سنقوم بتحليل بعض ما جاء فيها مع سيد رشيد نصار مجددا سيد رشيد يعني استمعنا إلى بعض الأسماء وسنستمع إلى مقاله محمد جعفر بنفسه عما حصل بينه وبين الرئيس أسعد السقال الذي يقول بأنه اتهموا بتعليم نتائج المباريات اليوم تحدثت قبل الفاصل حضرتك أنه تتمنى أن تصل شعبات المعلومات إلى نتيجة في هذا الموضوع ولكن ما حصل بملف زريقات كوصفة بالتسوية أنذاك لماذا يتم إيقاف بعد اللاعبين ولا يتم إيقاف لعبين نجوم آخرين أنا أريد أن أقول شغل يثري من 2012 حبثها بقلبي أكبر خطأ ارتكبوا اتحاد كرة القدم هو الاعتماد على فادي سريقات بموضوع المرهانات أنا بموضوع المرهانات كمان طبعا كان لدي دور ولكن ثنوي بموضوع تجميع المعلومات والتحقيقات ساعدت كثير الاتحاد بهذا الموضوع تحديدا عبر نيد العهد يلي عدت أنا ونيد العهد كذا مرة وكانوا عم يعطون المعطيات طبعا المعطيات يلي كانت موجودة يعني لا توازن نتائج يلي طلعت لا كان فيه أكتر من 23 لاعب بكتير كان فيه أندي تاني فيه لعبين مورطين فيها ولكن صار فيه تسويات بطريقة معينة الاعتماد على فادي سريقات بال2012 كان خطأ استراتيجي مثل ما بيقولوا وهذا يلي أدى أنه اللاعبين ما يرتدعوا بس أنا بدي أعلق شوية على الاتصال خلينا أبلش من مطرح طبعا اتصال خطير بمحتوى ولكن أنا من معرفة الشخصية بموسح جيش يعني زج باسم موسح جيش موسح جيش أنا رأيي لا يحتاج أنه يراهن تاريخه بيشهد لأله لاعب كبير مدرب جيد صاحب شعبية جير فيه ورمز كبير في كرة القدم اللبنانية أنا رأيي زج باسم موسح جيش ظلم في هذا الموضوع موضوع جعفر ومحمد بز وعلي بزي موضوع تاني موضوع تاني من ناقش فيه ولكن موسح جيش تحديدا أنا رأيي هذه الأيقونة هناك من أيقونة النجمة والكرة اللبنانية هناك من يحاول المساس بها التصويب عليها التصويب عليها وهذا مرفوض أنا اللي بهمني من هذا الاتصال هو شغلة واحدة لقاله علي نصر الدين طبعا هذا اتصال مع علي نصر الدين يقاله علي نصر الدين لهو يقال أنه رأس هذه الشبكة التي تركب طبعا بالإضافة إلى ثلاث أربع أشخاص اللي قاله علي نصر الدين لأنه أنا عندي معلومات ومعطيات مخيفة عن كل ما يجري من مراهنات وتركيب وتلاعب بكرة القدم اللبنانية وضرب مثل ما بعرف ما يحكي أنه السنة الماضية قلت لكم أنا بلاعب واحد تقدروا تعملوا مليون لا 200 ألف دولار بتطلعوا موسمكم ضرب مثل حي يعني هذا دليل أنه علي نصر الدين بيعرف هذه اللعبة على أقل تقدير أنا بهمني أنه هذا الاتصال ما بعرف إذا موجود عند فرع المعلومات يفترض أن يكون موجودا إذا موجود عند فرع المعلومات هذا الاتصال يجب أن يبنى عليه علي نصر الدين يستدع إلى التحقيق يتحقق معه وين هذه المعلومات المخيفة اللي عندك إياها وإن شاء الله تكون هذه المعلومات مش فقط على يعني نزج باسم موسى حجاج أو جعفر أو علي بس إذا فيه معلومات عن كل الأنديل اللبنانية حتى إذا فيه معلومات عن المنتخبات مع أنه أنا أستبعد هذا على الرغم أنه البعض بلش زد نغمة على المنتخب الأولمبي أن المنتخب الأولمبي عندما خسر ستة واحد أمام الإمارات مؤخرا هناك كمان شبهة مراهنات وتلاعب على الرغم أنه النتيجة يعني بتغر أنه النتيجة كل نتيجة كبيرة دايما بدأ تشك بالمراهنات أنا رأيي أنه شعبة المعلومات طبعا هي جدية في التحقيق على أمل ما حدا يضغط ما بتخيل حدا قادر يضغط الشعب المعلومات ليقفلوا هذا الملف هذا الاتصال جدا مهم ليبنى عليه علي ناصر الدين لازم يستدعى إلى التحقيق لازم يحكي اللي عنده عن كل الأنديل اللبنانية ويفتح هذا الملف بشكل جدي لمرة أولى لأنه أول مرة بيفتحه بشكل جدي وأخيرة لنعرف نحن مين اللي عم يعني مين اللي عم يعني مين اللي عم مدمر كرة القدم ولكن يا سيد راشيد تتحدث حدثك عن كابتن موسى ولكن هناك معلومات وصلت يعني للصحافة أنه بهذا الاتصال كان بحضور رئيس نادي النجمة أسعد السقال والكابتن موسى حجاج طبعا ونحن لا نصوب على أحد ولا نتهم أحد يعني نتحدث ما يحكى في الصحافة اللبنانية أنا ما بعرف كيف صار الاتصال أنا بعرف أنه كان فيه اتصال نحكى فيه بعرف مضمونه أول مرة بسمعه حتى بعرف مضمون أكتر يعني نحكى بعد أكتر يمكن أنه حطيته شقفة من هذا الاتصال لأنه بعرف فيه أسماء تاني انذكرت بهذا الاتصال ولكن هذا الاتصال لا يعني شيء أنا اللي بيعنيني من هذا الاتصال مش الأسماء اللي بيعنيني لأنه عمقول أنا عندي معلومات مخيفة عن اللي عم بيصير بكرة القدم اللبنانية هاي من جهة ومن جهة تانية عم بيعلم اللي عم بيحكي معه أقول لي بالمناسبة لا أعرف كيف أنا السنة الماضية قادرين تطلع 200 أفدولار بماتش واحد. يعني أصدي هذا الرجل. يعني برأيك إذا أحضر علي ناصر الدين قد يكشف الكثير من الأسر. بتخيل هيك. بتخيل هيك. سيد رشيد يعني في إلقاء نظرة سريعة على كوانين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وهو يعني كلنا نعرف الاتحاد الإنجليزي. يعني مدى صوابية قراراته الكروية. لأنه مهد لعبت كرة القدم في إنجلترا. المادة إي ثمانية تقول بأن أي مشارك في الدوري الإنجليزي لكرة القدم أكان البريمير ليغ أو دروي درجة ثانية أو بطولة السيدات. لا يمكن أن يراهن أو يساهم بالمراهنة أو يؤثر بالمراهنة جميع أنواع التأثيرات على أي مباراة كرة قدم تقام. ليس فقط في بريطانيا. إنما في العالم. وبالتالي هنا يجب أن نميز أن موضوع المراهنات والكثير من المشاهدين الذين يشاهدون هذه الحلقة اليوم يقومون بمراهنات ربما على برشلونة. ريال مادريد. مارشستر رونيتد في البطولات الأوروبية. وقد تكون هذه المراهنات مثل لعبة اليناصيب أو اللوتو التي يقوم بها أي مواطن عادي في منزله. لكن أن يقوم لاعب بذلك على مباريات في بطولة بلده أو بطولات أخرى قد يؤثر ذلك على مجريات المباراة. وهذا الأمر سيعيد إلى الكابتن يوسف الجوهري الموجود معنا. كابتن يوسف الجوهري تحدث بشكل واضح وصريح عن نيتك الجميلة والطيبة بوقف هذه المؤامرات والتلاعب بنتائج المباريات. ولكن على الأرض كيف يمكن أن نصل إلى نتيجة؟ هل يجب على الاتحاد اللبناني لكرة القدم أن يغير ويعدل قوانينه للحد من التلاعب في نتائج المباريات؟ نعم. كما ذكرت أنه بالاتحاد الإجليزي فيه قوانين رادعة. حتى ما بعد اعتزال اللعب. وأنا ذكرت هذا بالأعداد الحرقة باللاعب سكولز. نعم. بول سكولز لعب منشستر يونيتد السابق. صح. بشريق آسيا فغرموه ومنعوه. المهم ما يهمني بالأمر. المراهنات ما بنقدر نوقفها. لا أنا ولا الاستجرشيد ولا الاتحاد ولا يمكن الدولة بتقصير أو بعدم القدرة. ما بنقدر نوقفها. اللي أنا بقدر نوقفه هو التلاعب. كيف؟ في عندنا. في عندنا طرق كثير كبيرة. أولا أنا ما عدت هلأ بعد الاستماع للاتصال ما عدت مضطر أن يجيب طرف خيط. طرف الخيط صار واضح وصار موجود. فما عد عندي مشكلة أني أنا دروح دور. اللي بده يشتغل صار موجود طرف الخيط. أدعو الاتحاد اللبناني وأدعو شعبة المعلومات وأدعو كل المختارين. الحريصين على اللعبة. أه؟ الحريصين على اللعبة. الحريصين على هذه اللعبة ومش اللعبة. الحريصين على أبنائنا. والحريصين على مجتمعنا. يعني دايما أنا بقول أنا لست مدرب فقط. أنا مربي. أنا لما بتعاطى بهذا الشأن مع الأطفال ومع مع الشباب. أنا ما عدت مدرب فقط. أنا لأنه أنا لما بيشتغل بقوم بحي الله عمل. صار مطبوع بذاكرة اللاعب. أنا بدي يكون مبحي قبل اللاعب. أنا بدي يكون صادق قبل اللاعب. المهم. كيف؟ عدة إجراءات. هذا موضوع الفئات العمرية اللي نحنا ناسينه بأنديتنا. اللي نحنا ما عم نقدر أن نشتغله بشكل جد وجاكل فاعل. هي التربية. هي ثقافي اللي بدأ إزراعها بالطفل. هي الثقافي اللي بدأ يحب الولاء وحب الانتماء وثقافة النخو والشرف. أنا أتأسف. كنت أسمع الاتصال. وأتأسف. معقولة لعبين أصحابهم. ولكن كابتن يوسف لعبوا كرة القدم في لبنان فقراء بغالبيتهم. أخي كلنا فقراء. هي بطولة نصف هاوية. والمال يغري كثيرا. كيف أن يلاعب أن يأتي على دراجة نارية في تدريبه اليومي. ويشاهد زميله الذي يتمتع بنفس المستوى. يكون سيارة فارهة جديدة وحديثة. كيف يمكن للإدارات والأنديية تتعامل مع هذا الوضع؟ مع الأسف. كلنا فقراء. وكلنا أتينا أهل هذه اللعبة. يمكن لأننا فقراء. لو كان في اهتمام أكثر لديه موهبة كانت في أوروبا. أنا دائما كنت أقول أنه لو كنت أنا عندي مين يوصلني. وفي الإمكانية والفكر والثقافة اللي هلأ موجودة. كنت أنا عم بلعب بأوروبا. فكلنا فقراء. وكلنا محتاجين. ما بيستدعي إذا أنا لأخير الشهر. ما قونت. اطلع أسرق. هذه سرقة. هذه دمار لمجهود فرق تلعب. يعني لا يجب راني الكرة فقط عند الاتحاد اللبناني. على الأندية مسؤوليات أيضا. أنا أبدأ من الأندية. أنا أبدأ من الأندية. وأدعو من شاشتكم الكريمة. جميع الأندية. كل الأبين التي تحوم الشكوك حولهم. أن لا يسدعوهم. أن يطلدوهم من الأندياتهم. لأنهم آفة. وأنهم سوسة. لأنهم مشكلة كثيرة كبيرة. كابتن يوسف عذرا على المقاطعة. ولكن يحكى أن هناك الكثير من الأسماء في اللعبة في كرة القدم اللبنانية. وهذا يجر يعني ربما إيقاف اللعبة علىك. أن نترك اللعبة أشرف من أن نخود الفساد. سنكمل الحديث معك. ولكن قبل ذلك لنستمع معا. قبل تشعب فضيحة تلعب حول جزاف لعب النجمي محمد جعفر. الذي يذكر اسمه كثيرا. الدفاع عن نفسه بعد تخلي ناديه عنه. فنشر في الثاني من أبريل نيسان الحالي فيديو على صفحته يروي خلاله ما حصل مع رئيس النادي أسعد السقال. نستمع إليه معا. من جمعتين طلعوا بيبعيان قالوا أنه عملوا تحياءات وانتهت تحقيق أنه ما في ولا أي لاعب متورط بموضوع المراهنة. مبارح بتفاجأ بالتمرين أنه طلب يعود معي رئيس النادي. اللي نزلوه اليوم أنه أنا عط مع الرئيس. هذا مش مظبوط. أنا مبارح كنت أعد أنا وياه. عم بيقلي أنه أنت متهم بباع أحد المباريات. هلأ بسميلكون إياها. قمت طلبت أنا منه للرئيس أنه شو المعطيات اللي عندك وشو الإثباتات. قل لي أنه المعطيات صارت معهم. قمت أنا طلبت منه أنه أنه أنت تقدم هيد الدلائق اللي عندك إياها للدولة وخليوني يحبسوني. ما بدي تقدمها للاتحاد ويقفوني بس فتبول. ريح راسك وخليون يحبسوني الدول إذا أنا علي شي. ما قال لي لأ أنا ما بدي أزيك. قلت له أنا أنا بدي أن أزم. أنت عم بتقول عندك معطيات وعندك إثباتات ودلائل وحكي وفويسات. طب قدمهم للدولة وريح راسك وطلع أنت قدام العالم أنه عندك بالفريق فيه لعيبة مورطة بهيد الموضوع. ما أنت من جمعتين قلت أنه ما في ولا أي لاعب مورط. حبيت أطلع أحكي وقول أنه هن الأسباب قال أنا متهم ببايع مباراة للجيش السوري. قال أنا لعبتها بألفين دولار للمباراة أنه تخسر النجمة. طب هل ترى بيقدر لاعب بيخسر فريق لحاله؟ هيده شغلي. شغلي تاني قلت له أنا لعبها لأنه تخسر النجمة بألفين دولار. قال لي لأ أنت كنت عم تحاول تلعبها بس الزلمة ما قبل يلعب لكلامه معك مصاري. طب هيده مين بدوا يصدقها وبأي عقل بدها تفوت. كل خسارة الفريق هلأ بدأت تصير بمحمد جعفر وأي شي بيصير بالبلد بيصير بمحمد جعفر. أنا ما هكون مكسر عصر لحد أبدا. ما هأسكت بقى من يوم وراي على أي شخص بيتجرأ أنه يهينني أو يوسخ لي سمعتي. كابتن يوسف نعود إليك باختصار لو سمحت. محمد جعفر كان يدفع عن نفسه ويقول أو يسأل هل يستطيع لاعب لوحده أن يخسر فريق؟ برأيك هل يمكن ذلك؟ فنيا حسب موقعه بس ما بيقدر لاعب لحاله. لابد من أن يكون في عدة لعبين معه وفيتين. عفوا مش عني محمد أنا لا أتهم أحده. أننا تحدث بشكل عام. بشكل عام. الموقع حساس كحارس مرمى ممكن. كمان ما بتهم بحراس المرمى وهني شرفاء. يعني ما بيقدر أزلم. موضوع كتير خطير. ليه؟ لأنه بيصير أي خطأ من حي الله لاعب بكرة لا يغفر لللاعب. بيصير هو دائرة شك. فأكيد اللاعب لحاله ما بيقدر يخسر فريق. لابد من شبكي معه. أقل له لاعبين ثلاثة. المتعارف عليه أن الرهان على المباريات يتم بوسائل مختلفة. كاميرا ميدان الرياضة التقت أحد الوكلاء المحليين. الذي شرح بعضا من جوانب هذه العملية. نستمع إليه قبل العودة إلى النقاش. حي الله هذا بيجي لعندي بعمل له أكاونت وبسميله إياه مثل ما بده. وبواصلوا مثل ما بده وبعده وبعدية. فيكم بتشتغلوا من هواتفكم الخاصة فيكم. بتقولوا لي بدنا نحطها الأدو وهالأد بالأكاونت بعوله. بيخد مصاري وبرح بحط لكم إياهم. فيه تواصل بين الشخص اللي عم ببيع والشركة. والشركة. ليس حي الله واحد. على الأول فيها ملعب بطاقة البنك. بس أكيد هنا بالمجتمع. ليس كل العالم عندها بطاقة البنك. وبطاقة البنك بعد ثلاثة أيام لا تيجي. ويبعدوا المصاري على البطاقة. وهذه الأشياء. يعني ببلدنا بده واحد. إذا ربيع بده المصاري دغري. نحن من عبية أصلا مكتب خارجي نحن وسطاق فيها هون. ورقة الفوتبول مجرد ما تنلعب يكون فيها فريق لبناني ما فيك تلعبها. مستحيل يعني قد ما تكون حاطئة بحطولك إنه ماكس وين مئة وخمسة وثلاثين دولار. يعني ما فيك تربح أكتر. محطوط في قلة لما تبس يكون فيها فريق لبناني. هكا السلطات يمكن طالبين منهم. ما تطالبين منهم. هكا مثلا الدوليات الخمسة الكبرى تعطيني فرع منهم. ويقول لك هلأ عيد الميد مثلا نقول الورقة دافعة 23 ليرة. مئة دولار تنضرب بـ 23 ليرة وبتطلع بطيط عليك المبلغ. هي الشركة فيها بيكون حاطئة وسيط واحد هي خارج لبنان شركة بيحاطئة وسيط بلبنان. هذا الوسيط بيوزعنا كزا حدا يعني بيعطيك كزا حدا اللي بيخصو أو شيء أو اللي بيكونوا طالبين منه. هني جماعة بيحبوا يلعبوا دوليات أوروبية ما في حدا ما بيلعبها نهائيا مستحيل. بيلعبوا دوريات أوروبية وبيلعبوا كزينو. بيقولوا بلا ما نطلع الكازينو وحدا نشوفنا منحب منلعب على التليفون. يعني بيكون حاطت مثلا 10 دولار كلمرير بح 35 بيشل دولة لبنانة بتسير 10 دولار تروح معه 1,000 دولار. ما بيعمل هو بيقول بلا دوري لبناني بنربح 1,000 دولار بلا دوري لبناني. هذه هي الجمعة. العهد عنده تصفية كأس آسيا وبيلعب الشباب ضد فريق العنصر. فريق العنصر دافع كثير. أنا نظرياً نظرياً بلعب بحب فريق العنصر ربح. هذه هي من الشركة ومحطوط اسم الشركة من فوق الأوروبية. الشركة لها مصلحتها اللي عم يلعب يخسر. في نسبة كثير كثير كبيرة من الشارع الكروة اللي بتابع فتبال اللي بيلعبها. نسبة كثير كبيرة. سبب أنه بده يعمل مصاريب بده يتسلق شو غايته هو هو حار. لا مينمون فيك تلعب أنت بدلار ليوصل لمبلغ أدنى بدك فيك تلعب. والربح فيك تربح كمان بدلار. بلعبه بس مش كل الأوقات. مثلاً بجمعه ممكن لعب ورقة فتبال ورقتين هكي بس مش أكتر. سيد راشيد نصاري هناك بعض التناقض في موضوع التلاعب بنتائج المباراة بلبنان. البعض يقول أن السوق اللبناني بما أنه سوق هش من حيث التخوف من تلاعب لا يسمح بعض المواقع العالمية بتلاعب بمبالغ مرتفعة. في المقابل استمعنا في التسجيل الهاتف وذكرت حضرتك لمبالغ بمئات ألاف دولارات الأمريكية. لماذا يلجأ المفابركون في لبنان إلى مكاتب محلية خاصة وغير شرعية بدلاً من الرهان في مواقع عالمية كبرى؟ أنا بس بدي جيوب على شغلة تتعلق بالاتحاد الإنجليزي قبل بشكل سريع. وبعد ذلك بيحكي لك على قصة اللمت طبعاً 135 دولار. الاتحاد اللبناني اللي كانت القدم من فترة طلع بالتصريح أنه نحن ممنى نحاسب على الشبهة. أتمنى أنه الاتحاد اللبناني اللي كانت القدم يحاسب على الشبهة لأنه فيه كثير داعبين عم يلعبوا مرهانات. وفيه شبهة كبيرة أنه عم يلعبوا هذا شيء. شبهة ليست إدانة. كيف تدين شخص مشتبه؟ أنا برأيي للنظيف. أنا برأيي للنظيف. أصلي الله ما نشاف. نعرف بالعقل. هناك مراهانات وتركيب وتعليب وباع وشرة بالدورة اللبنانية. واللي بقلها غير هيك. يعني بيكون عم بيكذب على حال. الأمور واضحة بس بدك أدلة دامخة. فأتمنى أن اتحاد كرة القدم يضرب بأيد من حديد يوقف على الشبهة لأنه بيكون معم يظلم حدا. إذا وقف على الشبهة بيكون معم يظلم حدا. بدأت شوية مع وضوع جعفر. جعفر لغاية اللحظة هو بريء. صحيح. حتى تتم إدانته بشكل رسمي من شعبات المعلومات من اتحاد كرة القدم من الجهة. هو قال ذلك في الفيديو. صحيح. وهو دعا أن يروح على الدولة ورئيس نادي النجمة أسعد السقال أخذ الملف على الدولة. وحسنا فعلها وإن شاء الله ما ينضغط على فرع المعلومات وبشكة بهذا الأمر. يكفي هذا الملف للآخر وينفتح بكل الأندي وليس فقط بنادي النجمة. بدأت شوية 135 دولار لمت نعم. باللبنان على الدورة اللبنانية. مباريات الدولة اللبنانية تحديدا بتنزل هار الجمعة. لأن الدوريات الأوروبية ما بيلعبون هار الجمعة كثير. بحاجة إلى ويب سايتات أو شركات المراهنات بحاجة لمباريات لا يتراهم عليها. بينزل الدورة اللبنانية. بلبنان فيك تراهم بلهمة 135 دولار. ولكن الآن تطلع على أبروز فيك تراهمة مليون دولار على الدورة اللبنانية. نعم. نعم. لذلك سماسرة يلجأون إلى. في ناس بتراهم من برات لبنان. على الدورة اللبنانية. على الدورة اللبنانية. أبروز تركية. أنا أهولي ذكرتهم. لهم دليلة بمطرح معين. وبنفس الوقت أقراب مننا. نعم. فيه عم يشغل بأبروز وتركية على الدورة اللبنانية. فما فينا نقول حجة أنه في 135 لمة يعني. ما عم يلعب. لا. عم يلعب على الدورة اللبنانية. وعم يلعب على كاس الاتحاد الأسيوي. حكي كثيرا عن مباراة النجمي والجيش السوري. طبعا هذه من ضمن التحقيقات. أن هذه المباراة دخلت ضمن المراهنات. السنة الماضية حكي كثيرا عن مباراة الصفا والحد البحريني. وأنا قبل منهار. تفجأة. أنا بحكيها دايما. قاعد بيجي حدا بيقول لي. بكرة مباراة الصفا والحد البحريني. فوق 13 كورنر ونص. وبلغت رئيس الاتحاد بالموضوع. وبلغت الاتحاد بالموضوع. أنه أنا أجتني هذه المعلومة. من حدا يعني من الجماهير؟ حدا من القريب من هذا الجو. وقال لي. بتذكر أنا أنه قاد تبعه وحدرة. طلعت المباراة فيها 15 كورنر. إركات مباراة الصفا والرقرية. يعني فوق 13 كورنر. فوق 13 كورنر. مباراة مراهنات. وطبعا حضرتها بنية سيئة لهذه المباراة. بيّن أنه لا. فيه لاعبين يتعمدون أنه يصير فيه كورنرات سيئة. اللي رايحين عليه بهذه المرحلة. مش تحديد نتيجة المباراة. لأنه العيون مفتحة. أكثر على الكورنرات. على البطاقات الصفرة. أكثر على اللي صار مع البقاع. اللي هو يخسر أول شوت. اللي صار مع النجمة بقاع. يخسر أول شوت. طبعا أنا بدرو بمثل. أنا ما أكد أنه اللي عمين حكى بموضوع بقاع نجمة صحيح. أو مؤكد. طبعا فيه شكوك كبيرة عن مباراة بقاع نجمة. اللي صار أنه اللي بقاع بيربح أول شوت. النجمة بيربح ثاني شوت. كمان أنا بدعي. كل اللي بدون يوصل الاناتيجي. يحتروا مباراة بقاع نجمة بنية سيئة. ويشوفوا الأهداف كيف. ماذا نقول للجماهير إنهم ضحايا ما يحصل. الجمهور ضحايا كبرى ما يحصل من مسرحيات ومهازل في هكذا مباريات. أنا أنا أعطي. أنا أعطي. ولكن يعني ما فيه اتهم حدا. أنا أعطي يلي عم بيصير بالفوتبول اللبناني مخيف. وكمية المصاري. جريمة. كمية المصاري والأموال. يلي عم تنكسب من وراء المراهنات وتركيب وتعليب المباريات بالدور اللبناني. كمية كتير كبيرة. أنا أعرف أحد البروكرز يلي كان موظف عادي. كان موظف عادي. فجأة ترك شغله فتح مكتب. تسألته إنه ليش تركت شغلك؟ قال أنا إذا بطلع أنا 25 أف دولار بالشهر من وراء هو بروكر. يعني عنده كم أكاونت. طلع 25 أف دولار من وراء هذا الموضوع. ليش بدي أكون موظف؟ لأ بفتح مكتب وبكفي. هون مسؤولية الدولة. حضرتك صحاف اليوم وتملك كل هذه المعلومات. وتقول هون مسؤولية الدولة. شو مسؤولية الدولة؟ أين تقع؟ ما الذي يجب أن تفعله؟ إن كانت إذاكت شباب ورياضة أو الاتحاد. إذا ما قادرت تمنع هذا الموضوع تنظمه. نظم موضوع المراهنات. مثل ما نظموا بيوم القيام البينجو. مثل ما شرعوا المراهنات. تشرع المراهنات بضوابة معينة. بدوابة معينة أو تقدر. أنا عرفت أنه صار فيه تسكير كذا مكتب وكذا مداهمة لكذا مكتب. غير شرعيين. بعد استدعاء الشباب على فرع المعلومات. في مكتب بصور. في مكاتب هون ببيروت تم مداهمتهم. في مكتب بصور تم إغفاله بالشمال الأحمر. في مكاتب مراهنات. قصد الدولة إذا قررت بدأت تشتغل. يمكن قادرت تشتغل. ولكن المشكلة أنه ما بقى في مكاتب متنقلة. هي عبارة عن لابتوب أو حتى تليفون سمارتفون. هي عبارة عن مكاتب بتلعبك عبر الهاتف. هيدا المشكلة. أنه مش قادرين يحسروها. ولكن الدولة إذا قررت أن تحارب هذه القافة الاجتماعية وليس الرياضية. لأنه عن جد المجتمع فسد من وراء. صحيح. تطال الصغار أيضا. سيد رشيد. قادرت وصند. سيد رشيد تعقيبا على ما ذكرته بموضوع الشبهة. هناك ما يعرف بقانون من أين لك هذا. يعني بأي حال إذا تم تطبيق هذا القانون. على أي شخص ظهر عليه الثراء الفاحش. يمكن الوصول إلى نتيجة. ولكن المشكلة في لبنان أن هناك سرية مصرفية. وبالتالي إذا لم يتم رفع هذه السرية بتحقيق قضاء معين أو بتدخل من المحاكم. لا يمكن لأي محكمة أن تعرف أو تكتشف إذا كان هذا الثراء الفاحش قانوني أو غير قانوني. وبالتالي نحن بحاجة إلى رفع السرية المصرفية عن بعض الأشخاص. لنكتشف ما إذا كان ثراءهم الفاحش قانوني أم غير قانوني. لك الشغل الجيد بموضوع نقل ملف المراهنات إلى المعلومات. أول شيء حكي كثير أنه نقل هذا الملف غير قانوني. ولكن لا. هذا الملف رح بالقطر القانونية لفرع المعلومات. كل شيء يعمل في فرع المعلومات قانوني ومغطى من النياب العامة. لا أعرف إذا المالية أو الجزائية. لا أعرف كثيرا بالقانون. ولكن مغطى من النياب العامة بأوامر النياب العامة. أنا رأيي إذا كففوا فرع المعلومات. وأمل أن يكملوا هذا التحقيق. على الرغم أنه قيل أنه هناك ضغوطات لإخفال هذا الملف. كما العادة في لبنان. قيل أنه هناك. بس أنا أؤمن أنه شعبة المعلومات أو فرع المعلومات جدي لدرجة. بده يوصل لنتيجة. وصار تسمعته على الحق أنه فرع المعلومات. كلما يستلم ملف يعني كما قوله يطلع فيه رأس. ويوصل لنتيجة. أنا رأيي رح يوصل لنتيجة إذا كمل. وهذه النتيجة سوف تؤدي إلى رفع السرية المصرفية على كل المطاقات. أهل أمر. سيد كابتن يوسف جوهري في نهاية حلقتنا بكلمة واحدة. لو سمحت مع أختي باختصار. هل يمكن أن تصبح نظيفة كرة القدم اللبنانية؟ أم تتمنى الهروب منها؟ لا. أنا بطبيعتي ما بفقد الأمل. أنا بطبيعتي دائما بيضل الأمل موجود. بس بدأ إرادات صلبة. بدأ تكاتف من الجميع. أنا بشد على الكلام لأستاذ رشيد. لأنه تحولوا لفرع المعلومات. فرع المعلومات. هلأ فعلا علىه. يجب أن يتابع هذا الموضوع. بس كلمة أخيرة. ثلاث نداءات هي للإدارات. للإتحاد أول شيء. أنا أعلم أنه في رجالات صادقة. إذا أرادت أن تعمل بشكل جدي. قادرين نوصل لمحل. ثلاث. يجب على الإدارات. وحكينا فيها أن ننبذ هذه القافة. ونشتغل عليها. ونحط منهج صحيح للمجابة هذا الموضوع. ثلاث. الزملاء المدربين علينا كثير دور جدا عظيم وجدا كثير. أننا نضلنا عيونا فتحة على أي موضوع من هذا المواضيع. شكرا لك كابتن يوسف الجوهري. مدرب نادي البكار رياضي. كان يفترض في هذه الحلقة أن نتحدث عن مواضيع كثيرة أخرى. عن نادي العهد بطل لبنان. مقابلات مع أمين سورو محمد عاصي. نجم محمد حيدر. والنجم الصاعد محمد كدوح. بالإضافة إلى المدرب باسم مرمر. طبعا ألغينا فقرات نجم الأسبوع العربي. وهو حكيم زياش اللعب المغربي في أكس أمستردام. نجم الأسبوع الدولي الأرجنطيني ليونيل ميسي. تغريدة الأسبوع الدولية طبعا لرابطة اللعبين المحترفين في إنجلترا. بموضوع العنصرية. وتغريدة الأسبوع العربية لسامي الجابر وأزمته في نادي الهلال السعودي. مع رئيس الأمير محمد بن فيصل. بالإضافة إلى صفحة طويلة من الترائف والغرائب. شكرا لك سيد رشيد نصر. نتمنى أن تصبح نظيفة كرة القدم اللبنانية. شكرا أماني. وللمشاهدين أيضا متقاني تجدد الأسبوع المقبل في حركة جديدة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.